السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات اللغة الإنجليزية للصفة الثالثة الأدادية وصلنا للدرس السابع والثامن من الوحدة الثانية واللي راح نقرأ بها الناس اسمه safety pressure هذا الناس راح يحجي عن أمن المنازل وراح ناخد تمارين عن شن الأشياء اللي مفروض نسويها وشن الأشياء اللي مفروض نتجنبها فيالله نبدي مثل ما عودناكم أنه كل ناس يتم تقسيمه إلى مقاطع وهذا الناس يتكون من مقطعين هذا المقطع الأول وهذا المقطع الثاني فأنا قسمتهم لكم وكل مقطع عطيتكم من نقاط الإثرائية اللي ممكن تجعلها بالامتحان الوزاري نبدأ نقرأ المقطع الأول يقول safety معناها أمن home البيت كل واحد لازم يفكر بأمن البيت أو سلامة البيت يبدأ يقول why should you think about home safety ليش لازم تفكر في أمن البيت عندنا كلمة safety أمن أمن أو سلامة ليش لازم تفكر بأمن أو سلامة البيت لأنه every year كل سنة hundreds of people مئات الناس have the homes robbed يتم سرقة منازلهم robbed معناها يسرق يتم سرقة منازلهم thieves اللصوص take money, jewelry, computers and even television sets أنه الحرامية يأخذون كل شي فلوس مجوهرات حاسبات وحتى معدات التلفزيون then they sell them again يبيعوهم مرة أخرى often to people عادة للناس who don't realize الذين لا يدركون they are buying stolen property فأنهم دي يشترون أشياء مسروقة property معناها ممتلكات أو أشياء ممتلكات أو أشياء مسروقة خلنا نخلي ببعنا كلمة realize يدرك يكمل يقول many people الكثير من الناس have insurance عادهم تعمين that pays for things that got stolen الذي يدفع للأشياء التي يتم سرقتها كلمة insurance مهمة جدا المقصود بتأمين المنازل أنه أنت تدفع الشركة أمنية فلوس شهريا لذلك إذا باقي شيء من عندك في وقت ما هاي الشركة هي المسؤولة عن أرجاع قيمة الشيء المفقود فممكن أن تقول أنا لا أخاف لماذا لأنه إذا بقت شركة التأمين تطيني الفلوس ما لشيء اللي نباك فأستبدله بس يقول لك somethings can't be replaced لكن هناك أشياء لا يمكن استبدالها replace معناها يستبدل مهمة هالمفردة أو كأشياء ما نقدر نستبدل مثلا jewelry المجوهرات can have sentimental value بها قيمة وجدانية ركزوا لعها المفردة sentimental value sentimental value قيمة وجدانية يعني المجوهرات الموجدانية ما تتعوض بالفلوس and if you get your computer stolen وذا نباك الكمبيوتر مالتك you could lose ممكن تضيع hours of work ساعات من العمل on your hard disk اللي موجودة على الهارد مالتك فركزوا لعلى كلمة sentimental value أكثر شيء نعيد الناس على السريع home safety أمن المنازل robbed هم مفردة مهمة يتم سريقته thieves لصوص property ممتلكات realize يدرك insurance تأمين sentimental value وقيمة وجدانية replace يستبدل ذلك الكلمات اللي لاتكم تحفظوني الآن زين منطيكم نقاط آني مقترحة من هذا النص قدرون تكتفون بيهن بس أنت ما تقدر تحفظ هن قبل إذا ما تقرأ النص يعني أول شيء قرأ النص فهمه وتعال ذلك النقاط راح تلاحظ أنهن أسهل عليك أولا كل يوم هندرد من الناس لديه المنزل نعني عدنا مئات الناس و هومز بيوتهم تنباك نمبر نمبر من الناس لديه فراغ ذات pays for things stolen يعني يدفع للأشياء التي تنسرق هذا insurance نمبر ثري جولري كان فراغ value value معناها قيمة نخليلها sentimental والنقطة الرابعة everyone should think about home safety كل واحد يجب أن يفكر بأمن المنزل هذا المقطع الأول نذهب للمقطع الثاني المقطع الثاني يقول basic measures measures معناها إجراءات basic أساسية اللي هي الwindows الشبابيك doors والأبواب والlocks locks معناها الأقفال ركجوا له على هذه الكلمة يقول what are the most important things for home safety ما هي أهم الأشياء لأمن المنازل good windows, doors and locks النوافذ الجيدة والأبواب الجيدة والأقفال الجيدة are extremely important extremely معناها للغاية أو جدا بداء very extremely معناتها very بس قوية للغاية أو جدا بس المفرد الأولى عندنا هي extremely many thieves الكثير من اللصوص coming through open windows يدخلون من النوافذ المفتوحة make sure windows have good luck استأكد أن النوافذك بها أقفال جيدة unlock them when you go out و أقفلهم من تطلع فهنانا أدنا كلمة locks مهمة baglers اللصوص can hide behind the trees and bushes كلمة baglers كلش مهمة وجاوزها لأكثرة من مرة معنى اللصوص زين يقدرون يخطبون خلف الأشجار والشجارات so leather don't plant any near your windows يعني لا تزرع plant معناها يزرع لا تزرع أي bushes أشجار أشجار زينة خصوصا بالقرب من شبابي get good luck احصل على أقفال جيدة boy who does لأبوابك to some are unbelievably easy to open without a key for an experienced bagler يعني يقل لك جيب أقفال جيدة للأبواب مالتك بعضهم are unbelievably unbelievably معناتها بشكل لا يصدق بصورة لا تصدق وهي هم تستخدم كبديل very or really then يجن قبل الصفات extremely and unbelievably فبعضهم سهل فتحة بشكل لا يصدق بدون مفتاح for an experienced bagler للس خبير ركز على كلمة experienced bagler للس خبير يرجع يكمل يقول they can open you door يمكنهم فتح بابك with a bank card or paper club ببطاقة بنك أو دبوس مع الورق but a good luck is almost impossible لكن المفتاح القفل الجيد تقريبا من المستحيل and unlock فتحه without the key بدون المفتاح هنا أركزول على كلمة paper club وركزول على كلمة unlock فهنا نعيد الفكرة أنه يقول لك بعض الأقفال سهل فتحها بشكل لا يصدق بالنسبة خبير لأنه يقدرون يفتحون بابك حتى بدبوس مع الورق القفل الجيد لا يمكن فتحه بدون مفتاح بالأساسي مالته يكمل يقول a good door is also essential essential معناها مهم important يعني أيضا مهم make sure your door is solid تأكد من أن الباب مالتك صلب فهنا نركزول على كلمة essential وركزول على كلمة solid solid معناها صلب then have your house examined خلي بيتك ينفحص by an expert بوسطة خبير who can tell you if you need to make your house more secure الذي يمكنه أن يبلغك شون تخلي بيتك آمن أكثر فكلمة examined expert و secure هم ركزول عليهم بعد ما كمانا قراءت المقطع نجي للملخص مالته أول مفردة عندنا extremely فهذا يقول لك النوافذ والأبواب والأقفال الجيدة extremely important يرجع يقول لك هواي حراما يدخلون من الشباب فلازم تتأكد يكون عندك good luck أقفال جيدة يرجع يقول لك baglers اللصوص يختبون خلف الأشجار اللي بصف الشباش فلا تزرع هش أشجار بصف الشباش مالتك زين يقول لك لازم تجيب أقفال جيدة للأبواب لأنه بعضهم unbelievably easy to open سهل فتحهم بالنسبة لل experienced bagler لللص خبير لأنه يقدر يفتحها بطاقة بنك أو دبوس paper club لكن المفتاح الجيد impossible to unlock من المستحيل تأكد من أن الباب مالتك صلب أو صلت واخر شي خلي خبير يسوي examen يفحص البيت مالتك ويقول لك شون تخليه more secure آمن أكثر عدوا المقطع أكثر من المرة وضبطوهن هلأ تلككم الكلمات الفوق الكلمات الفوق عندنا paper club دبوس extremely للغاية baglers اللصوص essential أساسي unbelievably بشكل لا يصدق replace يستبدل طبعا هاي يستبدل من المقطع السابق وانا ناسم خليها هنا يستبدل replace number one good windows those on locks النوافذ والأبواب والأقفال الجيدة مهمين للغاية أخلي extremely number two can hide behind the trees يخطبون خلف الأجار والشجيرات هنا baglers a good door is a good door is a good door الباب الجيد مهم بين نخليه essential أساسي أو مهم some locks are a good door easy to open without a key سهل فتحهم بدون مفتاح بشكل لا يصدق unbelievably النقطة الخامسة I have to throw the door it's not solid مادام قال لي it's not solid طالد أعرفها معناها صلب أو متين مادام الباب مو متين فيفضل استبداله replace وآخر نقطة baglers can open your door with a bank card or paper club دبوسم مال ورق ذن الكلمات التي رشحت هند مرة ثانية عيدوا المحاضرة أكثر من مرة حتى تضبطوا ذن المعاني يأتي للجزء الثاني من المحاضرات اليوم وهي بعض التمارين عن شن الأشياء اللي لازم نسويها شن الأشياء اللي لازم نسويها اهنان هاي النقاط اللي رح تجلب هاي التمارين أنا رح أشير لكم الكلمات المهمات بها قاف جنس قاطات أول نقطة you shouldn't keep your keys on a hack by the window hack معناها علاقة ملابس فركزوا له على هاي الكلمة قاف جيك بالامتحان يقول لك you shouldn't keep your keys on a frog by the window ويخلي لك هاي فوق number two you shouldn't keep your keys on a flower pot flower pot معناها مزهرية فممكن يخلي لك you shouldn't keep your keys on a frog by the door نقطة ثالثة you shouldn't tell strangers when you will be away فخاف يخلي لك كلمة strangers فوق فذن المطوخات هنه اللي ممكن يجن فوق tell your neighbors if you're going on holiday اخبر جيران إذا أنت طالح في سفرة ما عدنا شي مهم بها فركزوا له على ذنة ثلاث كلمات hawk علاقة ملابس flower pot مزهرية strange غربة هذا التمرين ما بيشي التمرين الثاني عدنا ثلاث كلمات بي ignition brakes و valuable لأن مهمات أولا don't leave your keys in the ignition ignition معناها مشغل السيارة خدناه موضوع لنصيحة او احنا نسميه self لا تخلي مفاتيحك مشغل السيارة أو السلف لأن هذا الشيء سلبي يصمن كنت تيق ذا ما نستيل your car number two don't use the brakes suddenly لتستخدم البرايكات فجأة ممكن تحصل غرامة و نقطة ثالثة don't leave valuable things لا تترك أشياء ثمينة like many jewelry cameras and other things inside your car هنا valuable معناها ثمينة brakes معناها المكابح فأول شيء لا تخلي مفاتيحك بالإغنشن لأن هذا الشيء موزيان ممكن أي واحد يدخل السيارة يبوغن بسرعة يتستخدم البرايكات suddenly فجأة ولا تترك أشياء valuable داخل السيارة مالتك هذا كل شيء يخص أمن المنازل والأشياء الأمنية الأخرى الموجودات بالدرس السابع والثامن وصلنا للجزء الأخير من محاضرة اليوم واللي هو عبارة عن مراجعة شاملة المفردات الوحدة الثانية قل نشوف أول وحدة investigating معناها يحقق فيه witness شاهد finger print بس ما تصاب الرسط يعتقل unintended رابري سرقة كل المرات علينا كل المغذرة بالتفصيل نبدأ نقرأ نقطة الأولى The police got a call إجاهم اتصال about فراغ last night أمس يعني شو نخلي نخلي رابري إجاهم اتصال عن سرقة نقطة الثانية يقول When the police عندما got وصلوا الشرطة من وصلوا للفراغ They found وجدوا put a prince أثار قدم and finger prince بس مات أصابع They think were left by the criminal تركها المجرم إذن من وصلوا لهذا المكان لقوا أثار قدم وبصمات أصابع مع المجرم يعني وين وصلوا وصلوا للكرائم مشهد الجريمة ممكن ينقل تجيب طريقة ثانية شي يقول يقول When the police got to the crime سين هاي يكتب ليها يعني They found foot a prince and فراغ لقوا أثار قدم وبصمات نقطة الثافة The police are still ما زال The crime الجريمة But لكن they think يعتقدون they'll arrest someone بأنهم سوف يعتقلوا someone أحد ما ما زالوا بالجريمة بس يعتقدون أنهم راح يعتقلون واحد فمعناتها investigating ما زالوا يسوون تحقيق investigating the crime لكنهم يعتقدون أنه راح يعتقلون واحد مرة ثانية ممكن تجيب العكس يكتب لي investigating يطلب من عندي arrest نقطة الرابعة police cut a frog who had stolen الذي سرق several wallets and mobile phones at the airport إذن هنا pickpocket cut معنى ألقى القبض أو أمسكه ألقى القبض على أو أمسكه نشال اللي باق عدة محفظات وموبايلات بالمطار الرجال هم سرق some baggage بعض الحقائب وعمتعة السفر that a passenger had left تركها راكب in the waiting room غرفة الانتظار the pickpocket أو the man toll سرق حقائب اللي تركها في غرفة الانتظار بينما أشترى مجلة تركها شنو تركها مهملة بدون مراقبة نخليها unattended نقطة سادسة the thief had فراخ the stolen property when the police found him stolen property property الأشياء أو الممتلكات المسروقة عندما وجده الشرطة عندما وجدوه الشرطة معناها تسوي للأشياء اللي بايقها من لزمو الشرطة معناتها تخلص منها فنختار disposed of تخلصها من الأشياء المسروقة من اللي قو الشرطة نقطة الأخيرة the police the police spoke to أفراخ the police spoke to تكلموا لي تكلموا معه who said التي قالت شيهات سينهم أنها رأته أنها رأته still يسرق the items الأشياء مادام شافت يسرق الأشياء إذن هي witness خلصنا من التمرين مرة ثانية ركزوا لي على الدلائل كل نقطة مثلا got a call جاءهم اتصال عن سرقة مادام لقو footer prints finger prints يعني crime scene مادام هنا هناكو قعدنا crime scene footer prints يعني نختار finger prints مادام عندنا ورد فراغ the crime يعني investigating مادام هم investigating ويعتقدون أنهم راح يتقلون أحد ما مادام لقين stolen سرقة several Wilson mobile phones يعني هذا pickpocket زين هنا هنا نقطة شوية رادلها تركيز الرجال سرق حقائب اللي تركها unattended اللي تركها الرجل unattended في غرفة الانتظار النقطة اللي بعدها when the police found him اللي قوش ارتفع هو رماها أو تخلص منها والتقوا ويوتنس اللي قالت لهم أنه شافته يبوق الأشياء فشي مرتبط في شي وصلنا إلى نهاية محاضرة اليوم وتقريبا إلى نهاية قواعد مفردات الوحدة الثانية أخذنا كل شي بالتفصيل نلتقيكم إن شاء الله بالمحاضرة القادمة اللي راح تكون عن قطعة الكتاب الثاني بالوحدة الثانية اللي هي عن غير يلا سيو